في السادس عشر من يوليوز عام الف وتسعمائة وخمسين كان ملعب الماركانة يحتضي النهائي المونديل بين منتخبية البرازيل والأورقواي وبينما كانت جماهير سيليساو تحتشد في مدرجات الملعب البرازيلي الأشار كان طفل صغير لم يكمل بعد عامه العاشر يجلسه متسمرا أمام إحدى شاشات التلفاز ويأمل أن يكون الفوز حليف أصحاب الأرض يومها أدرك للمرة الأولى أن ليس كل ما يتمناها المرء يدركه ليدخل الصغير في نوبة بكاء شديد قبل أن ينظر إلى السماء متسائل في براءة لماذا نخسر؟ ولماذا نعاني أيضا من الفقر؟ لماذا يحدث كل ذلك لنا؟ ثم التفت الطفل لوالده ورده لو كنت أنا هناك لما خسرت البرازيل يوما ما سنفوز بكس العالم بعد مضي ثمانية أعوام كان الوالد يجلس أمام نفس شاشة التلفاز ليشاهد نهاي مونديل آخر لكن هذه المرة وحيدا دون الصغير حيث كان الولد متواجدا على عشب الملعب يدافع عن ألوان البرازيل الولد الذي سجل ثلاثية بنصف النهائي كان على موعد للتألق من جديد في المباراة النهائية سجل هدفين وقضى البرازيل للفوز بالذهب للمرة الأولى وهو من السابعة عشر فقط هذا الولد هو إديسون أرانتيس دوناسي مينتو المعروف أيضا باسم بيلي منذ ذلك اليوم نجح بيلي في كتابة اسمه بحروف من نور وبات أحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة خصوصا بعد أن فاز بالمونديال مرتين إضافيتين وأصبح بذلك اللاعب الوحيد الذي حصل على ثلاثة نسخ مونديالية لكن لبيلي وجه آخر هو وجه محل الكرة القدم الذي ظهر بعدما اعتزل الشرع في تحليل البطولات وتوقع نتائج الفائزين والخاسرين وهناك لم يحالفه التوفيق في أغلب الأحيان بل أنه نال انتقاد وسخرية بعض المدربين واللاعبين حتى طالبوه بالكف عن مثل تلك التصريحات لأنها صارت لعنة ترى متى وكيف تتحول النبوءات إلى لعنة إفريقيا ستفوز بالمونديال طبعا بدأت اللعنة في سبعينات القرن الماضي تحديدا عندما خرج ملك البرازيل بتصريح مفاجئ قال فيه إن منتخبا إفريقيا سيكون قد فاز بكأس العالم قبل حلو العام 2000 وقبل أن تسأل السؤال المشروع عن السبب الذي دفع بيلي للإقدام على هذا القول الجريء دعني أخبرك بأن السبعينات شهدت على واحدة من أسوأ المشاركات المونديالية إن لم تكن أسوأة على الإطلاق وكانت من نصيب منتخب الزائر الإفريقي صحيح أن منتخب تونس عاد بعد أربع سنوات لتحقيق نتائج مشرفة في مونديال 78 لكن الظروف العامة حينها لم ترجح أن يتمكن الأفريق من تحقيق إنجاز مونديال كبير لذلك فإننا لن نعرف أبدا لماذا راهنا بيلي بكل تلك الثقة على القرى السمراء مضى 18 عاما على عام 2000 ولم يفوز منتخب إفريقي بأي ميدالية مونديالية بل إن أقصى ما تمكنوا من تحقيقه هو الصعود لربع النهائي هذا الدور الذي صعد إليه منتخب الكاميرون عام 1990 ومنتخب السينيغال في 2002 ومنتخب غانا سنة 2010 ومنذ ذلك التاريخ الأخير ترجع الحضور الإفريقي لحدود دورة 16 ولعلك تذكر بدقة كيف كان الأداء الإفريقي مخيبا خلال مونديال روسيا شخصيا أحاول أن أتناسى أنني قضيت كل تلك السنوات صابرا كي أشاهد ثلاث هزائم لمصر دفعتها لذلك قائمة المنتخبات المشاركة لكن لا بأس إذا لم تخب توقعات أحد منا في المنتخبات الإفريقية كما خابت توقعات بيلي كولومبيا أيضا ستفوز بالمونديال يبدو أن الرهانة الخاطئة عن إفريقيا لم يكن أمرا عابرا ففي التسعينات أكدت رهانة بيلي قبل بدأ أي بطولة أن سوء الطالع سيكون الرفيق الأول للمنتخب الذي يتوقع لا النجاح سوى أن كولومبيا أصابها ما هو أكثر من سوء الطالع قبل بداية مونديال 1994 وعند سؤال بيلي عن أبرز المرشحين أجاب كولومبيا قد يكون السبب الأبرز خلف تلك النبوءة هو جيل اللاعبين القوي الذي امتلكه المنتخب الكولومبي آنذاك وهو الجيل الذي تمكن من تحقيق انتصار تاريخي على المنتخب الأرجنتين بخمسة أهداف نظيفة بتصفية التأهل للمونديال بالإضافة لقرعة الموت التي أوقعت كولومبيا مع رومانيا أمريكا وسويسرا وجعلت الجميع يظن أن التأهل لدور الستة عشر محسوم لكن ذلك كان مجرد ظن لا أكثر حيث خسرت كولومبيا أولى جولتها أمام رومانيا ب3 لواحد ودخلت المباراة التالية أمام صاحب الأرض والزمهور الولايات المتحدة ويتلعب على الفوز فقط هذه الظروف وضعت لعبي كولومبيا تحت ضغوط شريسة خصوصا بعدها النزل الأمريكيون إلى أرض الملعب بحماس واندفاع هذا الاندفاع كان له أن يترجم في الدقيقة الرابعة والثلاثين عندما أرسل الجنح الأمريكي ستيوارت عرضية أرضية لتجد في طريق أقدام المدافع الكولومبي أندريس اسكوبار قبل أن تسكن مرمى فريقي خسرت كولومبيا وخرجت من الدور الأول وعاد اللعبون إلى العاصمة بقوطة يجرون زيول الخيبة لكن الأسوأ لم يأتي بعد ففي الصباح الثاني من يوليوز 1994 استيقظ سكان كولومبيا على خبر بشع لقد اغتيل المدافع اسكوبار بعد أن تلقى 12 طلقة في صدري خلال الليلة قضاها بملها ليلي بمدينة ميدلين تقول صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن المسلحين كانوا يصرخون جول بعد كل طلقة وكأنهم كانوا يتلذذون بالانتقام من ضحيتهم كما ترجح الصحيفة فردية نكون الكبار تزار الرهانات الذين خسروا أموال طائلة بعد الخروض غير المتوقع لكولومبيا من الدور الأول دور في مقتل المدافع صاحب السبع وعشرين عاما لا يمكن طبعا أن يلام بيلي على رحيل اسكوبار لكن كان عليها أن يتوقف عند تلك اللحظة عن التصريح بتوقعاته العبقرية من باب التشاؤم حتى يا أسطورة الصين ستتأهل على حساب البرازيل لم يهاجم أحد بيلي كما هاجمه المندربات سابق لمنتخب البرازيل لويس فيليب اسكولاري حيث شن الأخير هجوما عاتيا على أسطورة البرازيل صيف عام 2002 حتى أنه سخر قائلا أن نصيحته كمدرب فاز لتويه بالمونديال هي الاستماع جيدا لتوجيهات بيلي ثم تنفيذ عكسها تماما والسبب وراء كل ذلك الهجوم كانت نبوءة بيلي التي أطلقها قبل بدء مونديال 2002 فعند السؤال عن توقعاته لمنتخب البرازيل أجاب بأن السلساو لن يفوز بكأس العالم وربما لا ينجح حتى في الحصول على بطاقة العبور من دور المجموعات الذي ضم منتخبات لا تملك قيمة وتاريخ البرازيل كالصين وتركيا وكستاريكا يؤكد سكولاري أن تسريح بيلي كان له أثر نفسي السلبي عليه على لاعبيه ووضعهم في أزمة ثقة قبل أن تطع أقدامهم أراضي كوريا وليابان بل إن المدرب البرتغالي يذهب لأبعد من ذلك ويقول بأن لاعبي لم يكنوا ليرحبوا به إن أقدم على زيارة معسكرهم وكثيرا منهم لم يكن سعيدا برؤيتي على منصة التتويج بالمباراة النهائية قبل أن يتسلم الميداليات الذهبية لأنه ببساطة شكك في قدراتهم من البداية المنفذ في تنبؤات بيلي هو ثقة الكبيرة التي يتحدث بها أحيانا تشعر وكأنه يرى أشياء لا يرى أحد غيره هنا مثلا كان يرجح احتمالية يتعثر منتخب يضم رونالدو الظاهرة ريفالدو روبيرتو كارلوس كافو والشابين رونالدينيو وكاكا أمام التنين الصيني بارينبي هو زيدان الجديد نيك بارينبي هل تعرف اللاعب صاحب ذلك الاسم؟ إن كنت لا تعرفه فلم يفوتك الكثير بارينبي هو لاعب وسط ملعب إنجليزي بدأ حياته في توتنهام ومن ثم تنقل بين عدة أندية إنجليزية كإيفرتون وليفيربول قبل أن يلتهي به الحال في هالسيتي لم يحقق بارينبي أي بطولة طوال مسيرته وفي الواقع لم يكن لاعب صاحب إمكانيات كبيرة كان مجرد لاعب زيد وحسب غير أن بيلي كان يراه بشكل مختلف تماما في سبتمبر 2001 خد المنتخب الإنجليزي مباراة مع نظيره الألماني بتصفية التأهل منذ 2002 وتمكن الإنجليز من تحقيق فوز عريض على رفاق أوليفر كان بنتيجة 5 لواحد وقد شارك بارينبي صاحب الواحد وعشرين عاما آنذاك بالمباراة ليطل علينا بيلي بعد قائلا أن الشاب الإنجليزي سيكون لعبا من طرز فريد وأن بارينبي يذكره برونالدو الظاهرة وباولو مالديني وبزيندين زيدان الثلاثة دفع واحدة فقط علينا انتظاره بضع سنوات بالتأكيد انتظرته الصحافة الإنجليزية لتكتشف بعد تصريح بيلي أن حصلت بارينبي تهديفه عبر أربعة مواسم قضاها بين جدران ليفر بول وليتز يونيتد هي ستة أهداف فقط لا غير المثير أنه خلال العام الذي تنبأ في بيلي لبارينبي بمستقبل باهر كانت منتخبات الشباب تخوض منافسة كأس العالم بالأرجنتين وهي البطولة التي شهدت ميلاد نجوم بحجم صافيولا وجيبريل سيسي وأدريانو وكاكا ومحمد اليماني كل هؤلاء لم يلفتوا نظر بيلي ولفت نظره بارينبي آسف أقصد زيدان الجديد نيكات بيتهوفن أثبتت السنوات القليلة الماضية أن لاعب كرة القدم الفذ ليس بالضرورة محللا أو مدربا جيدا والعكس صحيح أيضا قد يكون هناك لاعب كرة قدم متوسط أو سيئ لكنه يستطيع تحليل اللعبة وقراءة المباريات بشكل ممتاز نحن الآن نعيش في فترة يبرز فيها أسماء مدربين كبار كمورينيو وكلوب وفينجر وماوريتسيو ساري وأليغري الرابط بين كل هؤلاء أنهم لم يمارسوا كرة القدم بشكل احترافي أو مارسوها وكانوا لاعبين سيئين في المقابل فشل أسطورة الأرزونتين مارادون كمدرب ولم ينجح المهاجم الفذ ماركو فانبستان في قيادة هولندا كمدرب للدورة الثاني بالمونديال واليورو أضف لهؤلاء الهدف التاريخي ألان شيرا الذي لم يتمكن كمدرب سوى من حصد خمس نقاط من أصل 27 بيلي هو أيضا مثال آخر ينفي الربط بين اللاعب الجيد والمحلل الجيد لكن كل تلك التوقعات التي جلبت لبيلي الانتقاد والسخرية لا تنال أبلا من مسيرتي كأحد أهم لاعبي كرة القدم في التاريخ بيلي فاز بكل شيء ممكن رفقة السانتوس والسلسا وسجل رقما خرافيا من الأهداف يقدر بـ 1883 هدفا لم ينجح حتى الآن ميسي وكريسيانو من الوصول إليه واعطى مثالا رائعا عن اللاعب الطموح الذي حقق كل شيء من لا شيء يقول بيلي إن في الموسيقى هناك بيتهوفن وهناك آخرين وفي الكرة هناك بيلي وهناك آخرون لذلك يمكن اعتبار كل تلك التصريحات الكوميدية التي أطلقها مزرد نيكات نيكات بيتهوفن كرة القدم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق